وده اللي يمكن كان لدور مهم جداً حتى فيه لقاءاته وفيه مباحثاته وكان فيه لقاء مهم جداً مع رئيس غانا نانا أدو اللي كان شاف النائم حامر بن عين فيه أول يوم أول يوم لحوار الرخاء الإفريقي وقال له عايزة شوفك قال له كده عايزة شوفك النهاردة وإحنا عاديين في القاعة قاعة غير دي قاعة الاحتفال أو قاعة التكريم لحظة طبعاً النائم حامر بن عين لسلام الجائزة اللي حصل على هذه الجائزة وفاز بهذه الجائزة بالإجماع جائزة الأبطال في إفريقيا وطبعاً زي ما بقول له حاكوا جائزة مهمة جداً وطبعاً فاز على كل من دخلوا للحصول على هذه الجائزة أعزوا له حاكوا كمان من اللي كان حاضر التكريم؟ التكريم حضراتكم تعرفوا بس أهمية الجائزة وأهمية الحضور رئيس غانا نانا أكفو إدو رئيسة إسيوبيا كانت حضرة وحصل نقاش بينها وبينناه محمد بنانين سالي دريدي كانت حضرة أيضاً دكتور محمد علي عرفان رئيس دولة جويانا وده فاز أيضاً في جائزة أخذها الرئيس جويانا تيموني كوني ده نائب رئيس كودفوار لأنه رئيس حسن وطارة رئيس كودفوار فاز بجائزة فهنا الجوائز حصل عليها رؤساء دول رؤساء دول عشان كده جائزة مهمة جداً واستلم تيموني كوني نائب رئيس كودفوار جائزة رئيس كودفوار حسن وطارة أيضاً أدريانو ميلاني رئيس وزراء موزنبيق البرونة جانيت سوكلان اللي موجودة في الصورة دي سيكرتير عام نظامة الكومنويلث قد رئيسة إسيوبيا ورئيس غانا اللي بجانب النائم محمد بنانين وجنبه البرونة جانيت سوكلان على يمين رئيس غانا نانا أدو على يساره على يساره النائب محمد بنانين وكين مجلس النواب وآدي اللي فازوا بهذه الجائزة ومكيلي ميني السيكرتير عام نظامة التجارة والحرة للقارة الإفريقية أيضاً فاز بالجائزة فيه ست سبع جوائز ما حاجم تشوفه أيضاً أحد الشباب النابغين أيضاً فاز بجائزة جائزة الشباب وهو من شاب ناشط للغاية ناشط في المجال وطبعاً إيزي إيزي ده من أصلاً ممثل عن الشباب في قارة إفريقيا واللي فاز أيضاً بالجائزة في جائزة خاصة به الريادة المالية أيضاً وطبعاً فاز بيها أيضاً مؤسسة مالية خاصة بقارة إفريقيا واللي بتشغل في بانك التمويل التجاري الإفريقي هو اللي فاز بهذه الجائزة واللي استثمر بندكت أوراما ده بنك ده استثمر 30 مليار دولار لدعم البنية التحتية في قارة إفريقيا وأيضاً في يوليس موالي يوليس موالي ده بنك التنمية حصل على جائزة أيضاً وده كمان البنك الخاص أيضاً بدعم حوالي 2 مليار دولار بنى في كينيا مدينة طبية كلفة 2 مليار دولار وبيشتغل في مجال البنية التحتية طبعاً فيه زي ما بقول له حاكم طبعاً أسماء كبيرة جداً وأسماء بازغة فازت بهذه الجواز وكان النائب محمد العنين جائزة الكبيرة أيضاً جائزة الأبطال فيه طبعاً زي ما بقول لكم ربما النائب محمد العنين يحظى بدعم كبير وثقة كبيرة جداً وأيضاً التميز والرؤى التي يمتلكها النائب محمد العنين وكان زي ما حتى يمكن الإعلام في غانا اتكلم عنه على أنه واحد من يعني الرجال الفكر في القرى الإفريقية واتكلموا عنه كواحد له رؤية ورؤى عديدة في المجالات المختلفة في قرى إفريقيا ووصفوه كمان من واحد من أصحاب الخبرات على مستوى دول العالم وقالوا أنه اتكلموا عنه وعملوا حتى تاريخ إنه محمد العنين تاريخ طويل اتكلموا عن مجالات المختلفة وبيمثل بلده في المحافل الدولية وهو موجود طبعاً كصفته مصري وبالتالي كان هناك يعني دعم كبير جداً وقالوا أننا النهاردة بنكرم هذا الرجل لديه قيادة مثالية في مجالات عديدة وفي مجالات ريادات ريادة الأعمال والتي تمتد إلى تكنولوجيا إلى الإعلام إلى السياحة إلى العقارات وقالوا له الكثير من الأعمال المتميزة للغاية ووصفوه طبعاً بصاحب الرؤى البازغة والأفكار المتطورة في مجالات الاقتصاد والسياسة الصناعات المتعددة والخبرات الكبيرة وقالوا أننا طبعاً بنتابع تحركات النائب محمد العنين سواء في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي أو في البرلمان المتوسط أو في البرلمان الأورو متوسطي أو حتى في البرلمان المصري اتكلموا طبعاً بأكلمكم عن حدث كبير حدث كبير جداً كان في غانة على مدار ثلاثة أيام بهذا الزخم الكبير من رؤساء الدول الأفريقية ورؤساء الحكومات وأيضاً وزراء المال وزراء الاقتصاد اللي كانوا مشاركين في هذه القمة حوار الرخاء الأفريقي الذي عقد في غانة على مدار ثلاثة أيام وكانت مشاركة كبيرة جداً وتمثيل كبير جداً تحدثوا أيضاً عن هذه المشاركة وعن الشخصية المصرية الوعدة والشخصية المصرية البازغة صاحب الرؤى والإنجازات الكبيرة ويفوز النائب محمد أبو العنين بجائزة الأبطال في إفريقيا بالإجماع وده كمان بقول لها حكومة كان أيضاً طبعاً احتفالية كبيرة جداً زي ما حكومة بتتبع طبعاً رئيس غانة نانا أكفو إدو حاضر طبعاً في دي جلسة من الجلسات المهمة اللي كان أيضاً افتتحها الرئيس غانة وكان ليه كلم أيضاً في هذه الجلسة الجلسة اللي هي خاصة بحوار الرخاء الأفريقي وزي الدول الأفريقية يكون فيه تعاون والبنية التحتية وطبعاً اتكلموا على ما يتم فيه القارة الأفريقية وهمية أن الدول الأفريقية النهاردة تحصل على قوتها وعلى قيمتها وعلى مكانتها الكبيرة